اشتركوا في القناة من الطبقة رقة من بيج دير الزور من المنطقة الوسطى الحموص حما إدلب بدأ الملطقة بالوقوف دقيقة صمت بعدها بدأ المحور الأول عن تأثير الحداث الرأسمالي والزهنية الجنة وقلاصية على الشباب والمحور الثاني كان عن دور الشباب في حل الأزمة السورية كان يوجد نقاشات عدة حول المحورين كان المحورين غنيين جدا بالنقاشات هذه نتيجة النتيجة التي اليوم وصل إليها مجلس الشباب حزب السوري المستقبل من توعية الفئة الشابة في المجتمع بشكل عام ولن يتوقف عملنا فقط على الملطقة الحوارية سيكون من ضمن برنامجنا أيضا عقد ملطقات حوارية وندوات حوارية وأيضا منها ورشة عمل وعقد اجتماعات ومحاضرات لإعطاء الدور أكثر للفئة الشابة وإعطاء أهمية أكثر في دورهم لحل الأزمة السورية من الناحية السياسية نحن كمجلس الشباب حزب سوريا المستقبل وكحزب سوريا المستقبل لنا إيمان كامل بدور الشباب خاصة من الناحية السياسية لنصل إلى حل لهذه الأزمة لأن فقط بسواعد الشباب وسواعد المرأة أيضا سنصل إلى سوريا الديمقراطية تعددية لمركزية طبعا الملتقة هذا على مستوى أربع مناطق الرقة الطبقة دير الزور من بيج طبعا الملتقة هذا تحت الشعار دور الشباب في حل الأزمة السورية طبعا صراحة نحن فخورين وسعيدين بالملتقة هذا كون الشباب كانوا مقيبين عشرات السنين الماضية بمشروع أو بفكر حزب سوريا المستقبل تم أعطاء الشباب الدور من أجل أن يلعبوا دورهم الأساسي من أجل سقل مهارات الشباب أعطاهم المساحة الآمنة لتعبير على رأيهم على كافة المجالات سواء على المجال الاقتصادي المجال السياسي المجال الأمني وفي نهاية الملتقة توافق جميع الشباب على المخرجات والتوصيات التالية واحد محاربة كافة المفاهيم والزهنيات التي تحد من دور الشباب في بناء وتطوير المجتمع اثنين دعم الانتفاضة الشعبية في السويداء التي يقودها الشباب ثلاثة تكريز مفهوم الحماية لدى الشباب من الحداثة الرأسمالية والحرب الخاصة على الشباب من خلال حملات التوعية والمحاضرات والندوات الحوارية أربع تمكين دور الشباب في صناعة القرار خمسة العمل على التأهيل والتدريق بالشباب ستة تعزيز مفهوم الوطن والوطنية ونحن كمجلس شباب حزب سوريا المستقبل نعمل للوصول إلى كافة الشباب والشابات في الداخل والخارج السوري للاعب دورهم أكثر في جميع الميادين الحياة وهذا ما نسعى للوصول إليها عاشت سوريا تعددية لا مركزية عاش مجلس الشباب حزب سوريا المستقبل اشتركوا في القناة